السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحبا بكم في كورس الـ GIT وإن شاء الله نواصل في كلامنا عن الـ Laxatives طيب نواصل في Classes التي تكلمنا عنها المرة فاتت اتكلمنا عن عدد من Classes والأدوية المرة فاتت المرة إن شاء الله نخش في New Classes من الـ Laxatives طيب أول كلاس نبدأ به هو Chloride Channel Activator Chloride Channel أو نسميها Type 2 Chloride Channel دور الأساسي هي في الانتستين بيحصل فيها إفلقس للكلورايد والكلورايد بيعمل استيميوليشن للجي آي تي يقدر دور الكلورايد الأساسي في الجاي تي إنه بزيد من الجاي تي موتيلتي فاللوبي بيروستون هو عبارة عن كلورايد كانت اكتيفيتر بيرتبط بالكلورايد كانت ويعمل لها اكتيفاشن طيب مجرد ما عملنا الاكتيفاشن ما تحاجات حد زيد الجاي تي موتيلتي وبالتالي كده أنا هعالج الكونستيباشن طيب الدور الثاني اللي هو الابيويد ريسبتر أنتاغونيس وديه مجموعة من الأدوية نسكن منها على سبيل المثال اللي هو الميثايل نالتروكزون طبعا الدور الأساسي بتاع الابيويد ريسبتر وتحديدا الميوار سيبتر طبعا الابيويد ريسبتر فيها كم نوع فمنهم الابيويد ميوار سيبتر اللي هو ده موجود قاعد في الجاي تي وهنا نقول حاجة مهمة شديدة أنه المورفين كواحد من الأقونيستر بتشتغل على الابيويد ريسبتر بيعمل كونستيباشن يعني المورفين واحد من الصايد افكس بتاعته كونستيباشن حاجة مشورة جدا على المورفين فلما نأكفي الاريسبتر اللي بتشتغل على هالمورفين طوالة كده أنا هاقوم أزيد الجاي تي موتيلتي وبالتالي أعالج الزول من الكونستيباشن طيب هل دمعناتو أنه أنا كله دول بياخد مورفين أنا هاقوم أعاجه بالميثال ناتروكزون يعني الناس اللي ما بياخدوا مورفين هل لو وديتهم ميثال ناتروكزون ما حيشتغل عليهم لا حيشتغل لأنه عندنا نورمال أبيويد بيتم إفرازة في الجسم بيتم تصنيع في الجسم يعني غير المورفين يعني فبتشتغلين على الجاي تي وبتقوم تعمل دي كريز في الجاي تي موتيلتي فلما نأكفي الابيويد ريسبتر بالميثال ناتروكزون ده بيزيد من الجاي تي موتريتي وبالتالي بساهم في علاج الكونستيباشن فيه سؤال بيطرح نفسه هل الابيويد ريسبترس الموجودة في السنتر النيروس سيستيم حد تأثر بالميثال ناتروكزون لا لأنه الميثال ناتروكزون لا يتقوم بالميثال ناتروكزون فدي واحدة من الحاجات اللي بتخلينا نستخدم الميثال ناتروكزون وبالزات في بعض العمليات لأنه أحيانا بيستخدم المورفين في تخفيف الألم بتاع العملية فبيكون في عرض جانبي للعملية اللي هو الكونستيباشن فبينعاج به ابيويد ريسبتر انتاغونيست زي الميثال ناتروكزون الدواء الثالث هو 5HT for agonist وهي منقول دور 5HT في يعني في الانتستين دور مهم جدا لأنه بيزيد من السيكريشن بتاع الاسيتال الكولين هو بزيد من الانتاج الاسيتال الكولين والاسيتال الكولين بيدور وبيزيد من الموتريتي بتاع الجي آي تي سو أنا لو جبت دواء زي تيغا سيروت تيغا سيروت هو واحد من الأدوية اللي بتعمل اكتيفاشن لل 5HT يعني ممكن نسميه شنو سميه 5HT for agonist أوكي طبعا الـ 5HT اللي هو السيروتونين من ما سبه طبعا كمت 5HT جاي من 5-hydroxydeleptamine اللي هو السيروتونين السيروتونين ريزابتر فالتيغا سيروت بيعمل اكتيفاشن هو عبارة عن 5HT for agonist يعني بيعمل اكتيفاشن لل 5HT for receptor طبعا الـ 5HT receptors في منهم كتار جدا 5HT 1 2 3 4 وانت ماشي وحتى الـ 5HT for ده جواب مثلا بتلقى A B C وهكذا لكن مهمين انه الـ 5HT 4 ده انحنا بيساعدنا في زيادة الـ الـ والتالي بيساعد في الـ ريليف بتاع الـ وبساعد في الـ آخر نوع من الأدوية احنا نتكلم عنه ختاما يعني في الأدوية اللي بيستخدموها في الـ هي الـ والـ جاي من انيما انيما هي الحقنة الشرجية اللي بيديها بالركتم فالحقن دي غالبا بتكون تحتوي على مواد هي المواد دي تكون يعني بيزيد من الـ زي الصوديم فوسفيت اللي هو صوديم فوسفيت ده واحد من المركبات الأساسية اللي بيستخدموها في الـ انيما يعني الانيما جواها بيكون في الـ صوديم فوسفيت فيه نوع من الانيما ممكن حتى من الناس بيتعمل في يعني يدوية تصنع اللي هو بيستخدام الصوب الصابون بيجيب نوع معين من الصابون بتحاول تغليه بيكون دافئ وبتده بالحقنة الشراجية لكن طبعا تجنب التلوص والتجنب للحياة دي في الصيدريات في انيما جاهزة مصنعة دايما بيكون فيها صوديم فوسفيت وبكون معه صلاين وكمية من المواد المكنيز بوفاكشن الأساسية اللي بتشتغل بها الانيما إنها بزيد من الـ جي اي تي موتيليتي وبزيد لأنه عبارة عن تعمل في المنطقة بتاعت الريكتم وبالتالي ده بيساعدنا في بتاع الريكتم area والكولون والحتاء دي وغالبا الانيما هي يعني قوية جدا حتى مفترض إنه المريض يكون بالمناسبة قاعد جنب الحمام وهو قبل ما يستخدم الانيما لأنه مجرد ما يستخدم طوال بيحصل الريكتم ختاما كده الأدوية بتاعت اللاكسيتيف نحن ممكن نستخدم استخدامات كثيرة جدا منها إنه نستخدمها في الكونيستيباشن associated with IBS طبعا IBS هي Irritable Bowel Syndrome أو المصرانة العصبي فالمصرانة العصبي لما نجي نشوف إن شاء الله سنلقي إنه عندنا منه نوعين نوع بيجي معاه ديارية بصورة مستمرة ونوع تاني بيجي معاه كونيستيباشن فنحن جوزه من اللاكسيتيف بنستخدم في الكونيستيباشن البي مع IBS الاستخدام الثاني في بتاع القولون بالذات قبل الاستخدام أو قبل الاستخدام الثالث في يعني وده بيكون مثلا بعد العمليات غالبا بيكون في كونيستيباشن بذات العمليات بتكون في جاية أريا أو استخدمنا أدوية هي أساسا بتاع كونيستيباشن ونسو فغالبا نستخدم بعد العمليات عشان نخفف من الكونيستيباشن اللي ممكن يحصل اختاما كده نحن ممكن نقول انه الكونيستيباشن هو عنده specific criteria اوكي specific criteria والكونيستيباشن زالته منه نوعين ثم منه نوع chronic وفي منه نوع acute الأكيود ده نحن بيقوم نعالجه ب النن فرميكولوجيكال تريتمنت اللي هي الشغل بتاع الاكسرصايز والفايبرز عشان الزول لو كان ده السبب نحاول نعاجه من غير ما يستخدم أدوية يعني فلو متعارج بنمشي نعمل الدياغنوزيز لالكونستيباشن عشان نتأكد انه هل في أسباب تانية عمل الكونستيباشن ده or not بعد ذاك حتى نلجأ للاستخدام بتاع الدروكس وفي الاستخدام بتاع الدروكس لازم نكون حذرين جدا في استخدام لأنه استخدام بكثرة أو من غير صورة رشيدة ممكن يعدي لنا لحاجة سيما وهي سندروم يعني خطيرة جدا هيكون سؤال الحلقة السندروم ده هي بالضبط شنو وممكن تعمل شنو أوكي ده سؤالنا في حلقة اليوم لحد الفيديو الجاي أشوفكم بخير والسلام عليكم رحمة الله